تحل اليوم 7 مارس ذكرى رحيل الفنان الكبير الراحل حمدي غيس الذي رحل في مثل هذا اليوم الموافق 7 مارس 2006 وولد في 7 يناير من عام 24 لأسرة من أعيان الشرقية ورصة العمودية حمدي غيس أحد وحوش التمثيل وعمالقة المسرح في عصرية الزهبي مخرجا وممثلا وأستاذا بمعهد الفيلم المسرحية علم أجيال هو ريتشارد قلب الأسد في فيلم الناصر صلاح الدين وأبو سوفيان بن حرب في فيلم الرسالة والمعلم حسونة في التوت والنبوت والبدر أبو بدار في مسلسل زئاب الجبل والعز ابن عبد السلام في مسلسل الفرسان وغيرها عشرات الأفلام والمسرحيات والمسلسلات الإزاعية والتليفزيونية وفي حوار مع ميادة ومي حمدي غيس ابنة الفنان الراحل ذكرت عدد من المعلومات عن والدها نوردها في التقرير التالي كان والد الفنان الكبير حمدي غيس يدرس الطب في انجلترا وأثناء الحرب العالمية عاد إلى مصر ولم يستطع الرجوع لاستكمال دراسته وتولى العمودية في قريته شل شلمون بمينيا الأمح توفي الأب في سن صغيرة تاركاً خمس أمنا أصغرهم عبدالله غيس المولود في 28 يناير عام 1928 الذي كان راضي عن وقت وفاة والده بينما كان شقيقه حمدي المولود في 7 يناير 24 في سن الرابعة ورغم فارق السن البسيط تعامل حمدي منذ لحظة وفاة والده مع شقيقه الأصغر باعتباره ابنه كان حمدي وعبدالله شقيقان من الأب والأم وكان لهم أشقاء من الأب حيث كان والدهما متزوجاً قبل زواجه من والدتهما هنا العلمين عبدالله غيس طبعاً مع الشمال حمدي إيس لا عبدالله إيس نمثل القضية الله يرحمه استحبت الأم تفليها حمدي وعبدالله بعد وفاة وزوجها إلى القاهرة لتسكن في حي الحسين بالأزر حيث كان والدها وشقيقها من شيوخ الأزهر وهو ما أثر في إتقان الأخوين لللغة العربية وفن الإلقاء ورغم أنها لم تكن متعلمة فإنها كانت تحب الفن والمسرح وتستحب ولدها إلى المسارح ودار الأبرى ومن هنا بدأ عشقهما للفن عشق حمدي غيس المسرح منذ طفولاتي وكان يهوي القراءة والتحق بكلية الحقوق بالتزامن مع دراسته بمعهد التمثيل حتى وصل للسنة النهائية بكلية الحقوق إنه رشح لبعث إلى فرنسا لدراسة الفنون المسرحي لمدة أربع سنوات ولكن غلبه الفن ولم يدخل ابتحان الحقوق وكان الأول على دفعته بمعهد الفنون المسرحية وكانت البداية الفنية الحمدي غيس عام 54 مع أول أفلام التي شارك فيها فيلم سراع في الوادي وتوالت بعدها أدواره وتألق على المسرح مخرجا وممثلا وقدم عدد كبير من المسرحيات اشتهر بقوة شخصياته في العمل وكان الفنانون يهابونه واطلقوا عليه اسم أبو الوافة وارتبط الفنان الكبير بعلاقة حب مع إحدى زميلاته في معهد التمثيل وتزودها وسافر معا إلى البعثة بفرنسا ولكنها توفيت بعد أن جبت أنتي هما ميادة واتركتها وهي في عمر عام ونصف العام دي ميادة حمدي غيس ابنة حمدي غيس ابنته أول وحزن حمدي غيس حزنا شديدا بوافاة زوجته وعم ابنته وبعدها تزوج مرة أخرى وأنجب ابنته الثانية مي دي بنته الثانية مي حمدي غيس عنده بنتين من ناحية أخرى كان قد تعرض حمدي غيس لموقف صعب في عهد الرئيس عبد الناصر عندما اتهماه البعض بالشيوعية وتم فصله من المسرح القومي ووقتها كانت الإزاعة تعرض مسلسلا أدى فيه حمدي غيس شخصية الصحابي أبو زر الغفاري وسمعه عبد الناصر وأعجب به بشدة وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون الممثل الذي يؤدي شخصية هذا الصحابي بهذا الإتقان شيوعيا أو ملحدا فأصدر قرارا فوريا بعودة حمدي غيس لعمله بالأجر الذي يحدده وفي المكان الذي يريده وكانت من أصعب المواقف التي مرت على حمدي غيس وفاة الرئيس الراحل عبد الناصر حيث تأثر وحزن عليه حزنا شديدا وكانت أكبر صدمة في حياة الفنان حمدي غيس في 13 مارس 93 بوفاة شقيقه الفنان الكبير عبد الله غيس الذي اعتبره ابنه وبعد وفاته تغيرت وتأثرت شخصية شقيقه حمدي غيس بشكل كبير وأصبح في حالة حزن دائم واستكمل الشقيق الأكبر دور شقيقه في مسلسل المال والبنون بعد الحاح من المخرج ولكنه ظل حزين على فراق شقيقه حتى اللحق به في 7 مارس عام 2006 الله يرحمه هنشوف معاناة حفيدة العائلة الفنان بالوقت شاركت الفنانة ياسمين غيس متابعية عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام بصورة لها وهي داخل المستشفى وعلقت ياسمين غيس على الصورة بقولها أنا كويس الحمد لله بس الحقيقة أن أنا النهاردة الصبح كنت حرفيا بموت صحيت على خبر وفاة هيسم أحمد زكي اللي أصر في واجع لقلبي قوي من غير معرفة زي غالبا مصر كلها وأجبرت نفسي عن نوم تاني عشان ما فكرش وكانت دية النتيجة صحيت على وجع في صدري رهيب وجع ناحية قلبي وفضل يزيد جامد قوي وضربات قلبي تعلق وتنزل في لحظة وقلت خلاص دي غالبا يا جلطة يهار تقتك في الطريق كنت الوحدي في البيت وركزوا معايا في الوحدي دي لحظة حظي كانت صحبتي جاية تاخدني وننزل تلعتني لقيتني بموت حرفيا وبقول لها خديني المستشفى حالا أنا بيجيلي هارت أتاك رحنا على المستشفى ودخلنا الطوارئ وبدأوا الدكاترة يعملولي رسم قلب على ضغط وسكر وكل الكلام ده النتيجة كله طبيعي وأنا بسرخ من وجع وزرعي بينمل وبعيد وبفتكر كل اللي حصل لي في حياتي وبقول لهم أنا خايفة أنا مش عايزة موت دلوقتي مش عايزة أسيب ابني يطلع عندي بانيك أتاك يعني نوبة خوف ادوني مهدئات لغاية ما نمت والدكتور قال لي أنت متوترة من حاجة وده اللي عمل فيك كده لازم تهدي وتريحي وطبعا لإني من وقت تعبي بقيت بترعب وبخاف أكتر من زمان بكتير فالخوف كانت ضعف والحمد لله جد بسيطة وربنا سطر علي بس بجد الإحساس كان مميد بدأت أتخيل الغلبان ده أيسا اللي ممكن يكون حصل له حاجة شبه كده بس كان لوحده فما لقاش اللي ينقذه ويوديه المستشفى وبدأت أفكر أن تاني ربنا بيحاول يوعزنا كلنا بحد محبوب من كل الناس الوحدة وحشة أوي يا جماعة كفاية نحكم على بعض من بعيد لبعيد كفاية كفاية كلام على بعض كفاية تشكيك في بعض كفاية تناكك كفاية كفاية الدنيا بتخلص في لحظة ويرب ما تخلصش بينا وإحنا لوحدنا ربنا يرحمك يهيسا ويرحمنا جميعا ودي صورة لنشرتها لها وهي في المستشفى زيت ياسمين غيس ونشوف معلومات عنها وكان جالها إيه قبل كده لخلاة خاف الخفضة كله ومن الجديد بالذكر أن ياسمين أم لطفل لديه خمس سنوات وحفيدة الفنانين عبد الله وحانجي غيس فهم أخوات جدا وتتشرف وتفخر بهم وكانت تتمنى أن يرؤها وهي تقدم دورا فنيا وتبدأ في مجال التمثيل هنا نشرت برضو الصورة دي مع ابنها خايف تسيب الواحد طبعا بعد كده وده الفنان القادير عبد الله غيس ده الفنان القادير حمدي غيس الله يرحمه أيضا كان اكتشاف ياسمين لإصاباتها بالسرطان تحديدا في شهر سبتمبر من عام 2016 حيث نشرت على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة مرضيها وبدأ يتفاعل معها جمهور السوشيال ميديا وخطوة بخطوة بدأت في نقل تجربتها في محاربة السرطان كنوع من التوعية بالمرض الذي لا تهتم به مسبقا حيث أنها تلقت بعد الجراحة حوالي عشر جلسات كيماوي سأت شعراء طبعا وثلاثين جلسة إشعاعي وبعد علاج إرموني وقالت كنت أقول أنا أحب العلاج الكيماوي سأتعافى قريبا وأبتسم لنفسي في المرآة كل يوم وأكرة اتعلمت أن ما نقول له مصدقه داخليا وجسمنا يبدأ في التعامل على أساسه وأنا في صورتها طبعا ما فيش شعر طبعا لنجلسات كيماوي نشرت الصورة دي مع حمتها وهي بتخضنها وتدعمها عائلة أصيلة طبعا كتبت كانت والدة زوجي تقف إلى جانبي في المستشفى أثناء العلاج وأتذكر جيدا بعد أول جلسة علاج كيماوي أنها لم تستطع رؤياتي بالحالة التي كنت أمر بها إذا اعتادت على رؤياتي قوية لكنها لم تظهر ضعفها وحزنها لي فبعدما خرجت من الغرف واستطاعت تمالك نفسها عادت لتدعمني وتقف لجانبي وقال حسين أسامة زوج ياسمين الذي يعمل في مجال العقارات أنه تزوجها نهاية 2010 بعد قصة حب مضيفة أن بداية مرضها كانت صعبة على الجميع فبدأ بالقراءة عن المرض وكيفية العلاج وأرسل ملفاتها الصحية لكثير من المستشفيات حول العالم في فرنسا وإنجلترا وكندا وحالتها النفسية كانت سيئة قبل تلقيها علاج الكيميائي بأسبوعين وتم أن استعانى بأطباء نفسيين للمساعدتها وضفوا أسامة أن أسرار ياسمين على مواجهة العالم بمرضيها دفعوا عيدا لتقبل رحلتها مع المرض وكان يراها جميلة في كل الأحوال زوج أصيل وتضيف ياسمين للمصر اليوم بدأت بالتلقي العلاج الكيميائي بعد معرفتي بالمرض بأسبوعين واخدت 15 جلسة والبيت فجأة تحول لمستشفى من ممرضين وأدوية وطغارة وحالة رعب طول الوقت وعلى الرغم من وجود أهل وأصحابي جنبي إلا أني كنت بفضل أعود لوحدي في حجرتي أنا شخصية قوية ما كنتش بحب حد يشوفني ضعيفة وكل اللي بيشوفني كان بيتأثر بي قوي الوقت ما كانش بيعدي خالص وفترة الكيميائي ويعدت علي كأنها عمر تاني وأنا مع فريق مسلسل حلوة الدنيا صافر العابدين وهندي صابري وأنا عادة